السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عفية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الجنوب يتيمم لخوف البرد قال عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود والدار قطني قال فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن التيمم لا يرفع الحدث وأن التمسك بالعمومات حجة واضحة صحيحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعده فذكرني الشيخ خالد وبقية الإخوة في موضوع ما أشرت إليه في آخر الدرس الماضي من التذكير بمسألة اللواصق الطبية وهي المسألة تدخل في مسألة الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه يذكره العلماء ويعقبونه بذكر أحكام الجبيرة والجبيرة هي أعواد توضع على العضو المكسور أعواد توضع على العضو المكسور هذا قديمًا وحديثًا الآن أصبح هناك ما يسمى بالجبس يجبر به العضو المكسور الجبيرة في الواقع لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جماهير أهل العلم على اعتبارها وعلى أن المسح يكون عليه المسح على الجبيرة فإذا كانت على اليد مثلًا أو على القدم فإنه يمسح عليها ورويت في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم والجبيرة تفارق الخفين في مسائل أولها أن من شروط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة وإن كان هذا ليس محل خلاف لكن الجبيرة أيضًا يمسح عليها وإن كانت ملبوسةً أو موضوعةً على غير طهارة الفرق الثاني أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف وأما الجبيرة فتمسح كلها ولذلك المسح على الجبيرة يكون من أعلاها وأسفلها ومن جميع جوانبها أما المسح على الخفين فيكون على ظاهر الخف كما تقرر شرحه في الدروس السابقة الثالث من الفروق أن المسح على الخفين مؤقت وأما المسح على الجبيرة فوقته متى البرء وقته البرء إذا برئت ولهذا مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن أما الجبيرة فعند البرء إذا برئت الجرح نزعها إذا برئت الجرح نزعها هذه أهم الفروق بين الجبيرة وبينه وبين الخف بالنسبة لللواسق الطبية اللواسق الطبية هي اللاصق الذي يوضع على الجرح وليس هو مثل الجبيرة وإنما لاصق طبي يوضع على الجرح في محل الوضوء فكيف يتعامل معه المتوضع أولا لا بد أن نفصل في هذه المسألة فإذا كان الجرح لا يضره وصول الماء فيجب عليه أن يزيل اللاصق الطبي وأن يغسله العضو كاملا إذا كان الجرح لا يضره الماء فيجب عليه أن يزيل اللاصق الطبي وأن يغسله العضو الذي فيه الجرح وهذا يكون في الجروح السطحية البسيطة فيغسل هذا العضو ثانيا إذا كان الجرح يضره الماء يضره الماء وكان مكشوفا غير مغطى فإنه يمسح عليه يمسح على الجرح ولا يغسله بمعنى يبلل يده بالماء ويمسح على الجرح ويغسل باقي العضو يغسل باقي العضو ثالثا إذا كان الجرح يضره الماء وهو مغطى فإنه يقوم بمسحه المسح عليه من أعلى ويكتفي بذلك يكتفي بذلك يمسحه من أعلى هذا باختصار فيما يتعلق باللواصق الطبية قال رحمه الله تعالى باب الجنوب يتيمم لخوف البرد باب الجنوب يتيمم لخوف البرد المصنف رحمه الله تعالى بوّب هنا باباً قال باب الجنوب يتيمم لخوف البرد والمعنى بأن من عليه حدثاً أكبر وهو يخشى من استعمال الماء مع وجوده فإنه ينتقل إلى التيممم وذكرنا لكم في المجلس السابق أن التيمم ينتقل إليه المكلَّف في حالتين الحالة الأولى ما هي؟ فقد الماء قال تعالى فإن لم تجدوا ماءً فتيمم والحالة الثانية وجود الماء لكن مع العجز عن استعماله إما لبرد خوف برد مثلاً أو مرض أو شيء من هذا القبيل قد دلَّت أحاديث السنة النبوية على ذلك منها حديث عمر بن العاص رضي الله عنه الذي قرأناه قبل قليل وعمر بن العاص هو عمر بن عاص بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه وهو من دهات العرب كما ذكر ذلك جمعٌ من من يترجم للعظماء ذكروا بأن عمر بن العاص من دهات العرب ووائله العاص بن وائل السهمي الذي لم يسلم لم يسلم وأما عمر بن العاص فأسلم قيل أسلم بعد صلح الحديبية وقيل غير ذلك والمعنى بأن عمر بن العاص رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد اهتمام وقد ولاه غزوة ذات السلاسل أميرًا عليها وغزوة ذات السلاسل كانت في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قيل في جماد الأولى وقيل في جماد الآخرة والله أعلم بعض أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قضاعه يجهزون لغزو المدينة حينما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تبوك غزوة تبوك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تأديبهم أراد أن يؤدبهم وأن يظهر قوة المسلمين فأرسل عمر بن العاص رأسًا وأميرًا على هذه السرية وقيل بأن غزوة ذات السلاسل كانت في جماد الآخرة بعد غزوة تبوك قال لأن هؤلاء خشوا وغلب على ظنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام زمام المبادرة فباغتهم وأما تولية عمر بن العاص على وجه الخصوص قيل لأن جدَّة عمر بن العاص من أبيه من قبيلة بلي بلوية يعني من قبيلة بلي وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعين بهؤلاء بقبيلة بلي ومن حولها على قبيلة قضاعة وهذا لا شك يدل على ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته صلوات ربي وسلامه عليه وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمد عمر بن العاص بجند حتى بلغوا ثلاثمائة ومنهم أبو بكر وعمر وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم بي الصواب واختلف العلماء في تسميتها بذات السلاسل قيل لأن هذه الغزوة مروا فيها على سلاسل جبلية أو رملية وقيل بأن الصحابة وضعوا السلاسل في أقدامهم حتى لا يهربوا وهذا بعيد وليس من شأن المسلمين ذلك وذكروا فيها معاني في هذه الغزوة التي كان فيها عمر بن العاص أميرا عليها احتلم في تلك الليلة رضي الله عنه احتلم في تلك الليلة فلما أصبح كان الجو باردا لأن غزوة ذات السلاسل كانت في جهة الشمال إلى الشام إلى جهة الشام وكان الجو باردا فعمر بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في تلك الليلة شديدة البرد قال أشفقت إن اغتسلت أن أهلك يعني إن اغتسل سيهلك ويموت فتيمم رضي الله عنه ورآه الناس يتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر وذكروا له القصة فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعمر بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنوب وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام استفهام وتأكد وتيقم من الخبر الذي بلغه فقال عمر بن العاص ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم فعمر بن العاص استدل مباشرة ولم يقل نعم وإنما قال تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا اجتمل هذا الحديث طبعا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام ذكر المجد بن تيمي رحمة الله عليه بعضا منها وسنشرح كلام المجد ونزيد عليه قال رحمه الله تعالى فيه من العلم إثباتوا التيمم لخوف البرد إثباتوا التيمم لخوف البرد وهذه مسألة ذكرناها في المجلس السابق وذكرناها قبل قليل وهو أن التيمم لا يكون لفقد الماء فقط وإنما يكون من العجز عن استعماله وذلك بالخوف إن هو استعمله هلك كأن يمرض أو أن يتضاعف المرض مثلا عليه أو أن يحصل له مثلا شيء آخر من الأشياء المضرة ودين الإسلام دين رحمة ولله الحمد ويسر فالله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولهذا الإنسان قد يلجأ إلى التيمم مع وجود الماء أمامه وذلك بالعجز عن استعماله عجز عن استعمال الماء خشية المرض حتى ذكر العلماء في المعارك قالوا إن خشي إن أوقد ناراً أن يراه العدو فله أن يتيمم يقول إن خشي إن أوقد ناراً لتسخين الماء أن يسخن الماء فله أن يتيمم وذلك للعجز يعتبر في مثل هذه الحالة عجز قال إثبات التيمم لخوف البرد فكل من غلب على ظنه أنه يهلك أو يمرض أو يتضاعف المرض فله ذلك فله ذلك قد يقول قائل طيب لماذا لم يسخن عمر بن العاص الماء مع إمكانه ذكرت لكم من الأسباب التي ذكرها العلماء خشية أن يكشفهم العدو فيبغتونهم أو يأخذونهم على غرة وهذا أحد الأسباب وقد يكون أيضاً استعمال الماء ولو كان ساخناً في الجو البارد مضر حتى لو سخن الماء لكن هو أن يكون في الجو البارد مضر به قال رحمه الله تعالى وسقوط الفرض به سقوط الفرض به بمعنى أنه إذا تيمم الجنب الفاقد للماء أو العاجز عن استعماله سقط الفرض عنه ما معنى سقط الفرض عنه أنه لا يعيد إذا استطاع استعمال الماء لا يعيد الصلاة إذا استطاع استعمال الماء أو أنه قام مثلاً بعد سفر فإنه لا يعيد الفرض لأن الفرض قد سقط بماذا؟ بهذه الطهارة الترابية التي جعلها الله عز وجل بدلاً عن الماء سبق أننا ذكرنا لكم بأن التيمم رافع للحدث رافع للحدث في القول الراجح من أقوال أهل العلم قال رحمه الله تعالى ثالثاً صلَّى إماماً بأصحابه فكان هو الإمام لماذا؟ لأنه هو الأمير هو الأمير فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بعد ذلك ما أبطل صلاته بهم؟ ولذلك القاعدة الشرعية الأثرية جواز اقتداء المفترض جواز اقتداء المتيمم بالمتوضع واقتداء المتوضع بالمتيمن واقتداء المسافر بالمقيم واقتداء المقيم بالمسافر واقتداء العاجز عن القيام في الصلاة بالقادر على القيام واقتداء القادر على القيام بالعاجز عن القيام كل هذا دلَّت عليه النصوص الشرعية بل اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض وسيأتي معنا كما في حديث معاذ رضي الله عنه في محله ولهذا المتيمم إذا صلى بالناس إماما صحت صناته ولو كان التيمم عن جنابه فإذا كان إمام المسجد أجنب ولم يجد الماء أو وجده لكن عجز عن استعماله جاز له أن يصلي به الناس قال رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة وأن التيمم لا يرفع الحدث وأن التيمم لا يرفع الحدث هذا على أي مذهب الجمهور ومنهم الحنابل هذا قول المالكية والشافعية والحنابل من الذي ذهب إلى أن التيمم يرفع الحدث رافع الحنفية وهو اختيار من الحفيد الحفيد اللي هو شيخ الإسلام وكذلك الشمس الدين بن القيم جمع من مشايخنا واضح؟ فلذلك هنا ذكر هذه الفائدة بناء على ماذا؟ على مذهب الحنابل لأنه هو من أئمة الحنابل رحمه الله قال وأن التيمم لا يرفع الحدث من أين أخذه؟ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه جنباً يعني قال وأنت جنب فدل هذا على أن التيمم مبيه وليس برافع وقلنا لكم فيما مضى المجلس السابق بأن التيمم رافع وذكرنا لكم الأدلة علىها وإذا كان التيمم يرفع يعني الحدث في الصلاة الواحدة فيرفع بقية يعني يكون رافع لبقية الصلوات وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى حينما بحث هذه المسألة وبين بأن الخلاف حقيقة يعني الخلاف لما يتأمل فيه الإنسان يجد بأن قول الجمهور ضعيف وليس بشيء ذلك أن الجمهور يقولون بأن المتيمم يصلي بهذا التيمم المصلي يصلي بهذا التيمم إذا رفع عنه حدثه في هذه الصلاة فلا أن يرفع حدثه ببقية الصلوات كذلك نفسه لهذا هو رافع للحدث قوله الفائدة الخامسة قال وأن التمسك بالعمومات حجة واضحة صحيحة حجة واضحة صحيحة التمسك بالعمومات فعمر بن العاص رضي الله عنه تمسك بالعمومات ما هي العمومات التي تمسك بها الآية وهي قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم فعموم الآية تدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه سواء بقصد أو بغير قصد أو أن يقتل نفسه بوسيلة يغلب على ظنه أنه يهلك بها وهذا من فقه عمر بن العاص رضي الله عنه من فقه التمسك بالعمومات فاستدل بالآية التي ضحك منها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكرها له قال وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وهذا هو أصل ولهذا المتأمل في طريقة الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى وغفر له اعتماد هذه القاعدة في غالب التبويبات فهو عندما يبوّب مثلاً على مسألة تجده يستدل بهذه العمومات فيذكر آية قرآنية مثلاً أو يذكر حديث عام وهذه طريقة أهل التحقيق ولهذا مثلاً تجد العلماء الذين لديهم هذا الفقه يستدلون مثلاً بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في قضايا كثيرة هي عامة لكنهم يستدلون بها على مسائل خاصة نعم أيضاً ممكن نضيف مسائل منها قضية اجتهاد الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه مسألة حقيقة من المسائل التي هي بأصول الفقه ألصق يبحثون في كتب أصول الفقه هل الصحابة يجتهدون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام تحرير محل النزاع أي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالإجماع منعقد على أن الصحابة يجتهدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أما في حياته عليه الصلاة والسلام ففيها أقوال القول الأول عدم جواجج الاجتهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كونهم حاضرين بين يديه أو غائبين عنه ويستدل لذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وبالآيات الأخرى التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القول الثاني قالوا بعدم الجواز وبعدم الوقوع وهذا قول بعض الأصوليين قالوا بأنه لا يجوز ولا يمكن أن يقع ولا يتصور أن يقع وهذا قول من أضعف الأقوال من أضعف الأقوال القول الثالث وهو الصواب أنه يجوز للصحابي أن يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين الحالة الأولى في غيابه والحالة الثانية في حضوره بإذنه صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الذي عليه الأدلة الأدلة الكثيرة فمثلاً علي رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن اجتهد اجتهد اجتهادات كثيرة عمر بن العاص اجتهد ومن اجتهادات هذه كذلك الصحابة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريضة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة اختلفوا إلى فريقين فريق اجتهد فأخذ بظاهر النص فما صلى العصر إلا بعد المغرب في بني قريضة وفريق نظر نظر فق يعني نظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الاستعجال أراد الاستعجال فصلوا العصر في الطريق فصوب النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة هذا اجتهاد ولا لا اجتهاد كذلك لما بعث معاذ إلى اليمن قال بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد راي ولا آله وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد لكن شهرته كما قال ابن عبدالبر تغني عن البحث في إسناده وعمار وعمر كما سيأتي معنا اجتهد أيضا في مسألة التيمم عمار اجتهد في مسألة التيمم لما تمرغ كما تمرغ الدابة ولو أردنا أن نستقرأ لو وجدنا عددا كبيرا من الصحابة اجتهدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه أما في حضوره فيكون بإذنه في حضور النبي عليه الصلاة والسلام يكون بإذنه ولذلك كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا الحديث في روايات أخرى تدل على أن عمر بن العاص خفف الحدث بما استطاع من استعمال الماء ولذلك ورد بأن عمر بن العاص توضأ وغسل مغابنه والمغابن ما هي؟ مغابن الإنسان ما هي؟ الأماكن التي في الغالب تكون خفية مثل الإبطين والسرة والركبتين مثلا هذه الأماكن قالوا بأن عمر بن العاص غسل مغابنه وتوضأ ثم بعد ذلك تيمم وهذا يكون دليل لمن ذهب إلى الجمع بين الترابي والماء من هم؟ يا مشايخ ها؟ لا أحسن تحسين الشافعية والحنابل الشافعية والحنابل هم الذين ذهبوا إلى الجمع بين الترابي وبين الماء يتوضأ يغسل ما يستطيع غسله ثم بعد ذلك يتيمم ثم بعد ذلك يتيمم أيضا من الفوائد في هذا الحديث السنة التقريرية لأن السنة النبوية على ثلاثة أقسام قولية وفعلية وتقريرية السنة القولية ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا السنة الفعلية ما هي؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا السنة التقريرية هي أن يفعل الصحابي في زمن الوحي في زمن الوحي هذا مهم القيد ذكره بن حجر وغيره أن يفعل الصحابي فعلا في زمن الوحي فيقره النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره أو بغيابه وعلامات الإقرار السكوت أو الضحك مثلا السكوت أو الضحك النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في عصره فرسا فأكله الصحابة ولم ينكر فدل هذا على إباحة أكل الخيل وأيضا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عمر بن العاص قال ذكرت القول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم قال فضحك رسول الله فهذا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم أما ما كان قبل الوحي يعني قبل البعثة فلا يكون من السنة التقريرية فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه سكوته على شيء فلا يدل على أن هذا من السنة التقريرية إذن دل هذا الحديث على القسم الثالث من أقسام السنة وهو السنة التقريرية السنة التقريرية نعم قال باب الرخصة في الجماع لعادم الماء قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر قال ما حالك قال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء فقال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه نعم قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في الجماع لعادم الماء باب الرخصة في الجماع لعادم الماء ومعنى هذا الباب أن من كان عاجزاً عن الماء واحتاج إلى الجماع فإنه يأتي شهوته بالحلال ويتيمم ولله الحمد والمنه وهذا يدلنا على يسر الشريعة وسماحتها وعلى أنها التفثت إلى ما يتعلق بالفطرة الإنسانية والرغبة التي عند الإنسان ولم تمنعه منها وقد جعل الله جل وعلا فرجاً ومخرجاً في مثل هذه الأمور لهذا أبو ذر شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعرض للجنابة يتعرض بالنسبة للجنابة وظن أبو ذر بأنه لا بد من الاختساء وهذا الذي ذكرته لكم في المجلس السابق قلت بأن بعض الصحابة بعض الصحابة كانوا يرون بأن التيمم للطهارة الصغرى فقط وأما الطهارة الكبرى فلا بد فيها من الاختساء وقد يكون حديث عمر بن العاص فيه هذا المعنى من بعض من الصحابة لما أنكروا عليه لما أنكروا عليه التيمم متى نزل التيمم متى شرع في أي سنة إما في السادسة أو السابعة لأن فيها خلاف هل هو في غزوة المريسيع أم أنه في غزوة أخرى لأن مسألة العقد حصلت مرتين لعائشة رضي الله عنه وإن كان بعض العلماء يرى يرى بأنه حصل مرة واحدة لكن عموماً التيمم نزل في السنة السابعة تقريباً وغزوة ذات السلاسل قلنا في أي سنة؟ في الثامنة إذن الصحابة كان عندهم علم فلعل الصحابة الذين أنكروا على عمر بن العاص تيممه لأنه عن حدث أكبر عن حدث أكبر وقد كان جمع من الصحابة يرون بأن التيمم إنما هو عن الحدث الأصفر مثل من عمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وجمع من الصحابة الكرام كانوا يذهبون إلى أن التيمم يكون من الحدث الأكبر سيأتي معنا قصة عمر وعمار لهذا انعقد الإجماع بعد ذلك على أن التيمم يكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر فلعل أبا در أيضاً فهمها والمعنى بأن الإنسان إذا أجنب من احتلام أو من جماع ولم يجد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم ولله الحمد والمن قد اجتمل هذا الباب أو هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد منها أولاً فضيلة أبي ذر الغفاري وهو جندب ابن جنادة وهو من أفاضل الصحابة ومن من أسلم في مكة رضي الله عنه وكان من المتألهين المتنسكين المتعبدين وكان على علم وكان له بعض وكان له بعض الاختيارات لم يوافقه عليها بعض الصحابة مثل قضية كنز المال هو يقول بأن في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله أن من أبقى درهماً عنده فهذا كنز ولذلك كان يأمر بإنفاق المال مباشرةً خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم وبذر الغفاري فضائله كثيرة فلقد كان له من المواقف والفضائل والمناقب الشيء العظيم الذي سجلته دواوين السنة النبوية قوله اجتويت المدينة اجتويت المدينة يعني استوخمتها ومعلومًا بأن المدينة كان فيها الحمى المدينة كان فيها الحمى معروفة كل من طرأ عليها من غيرها أصابته الحمى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أصيب كثير من الصحابة منهم أبو بكر وبلال أبو بكر رضي الله عنه أصابته الحمى حتى يعني ما شك في موته من شدة الحمى يقول رضي الله عنه كل أمرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله كان يرتجز هذا تأتيه ابنته عائشة فتتألم له وبلال تأتيه فتقول كيف أنت يقول ألا ليت شعري هل أبي تن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أريدًا يوماً مياها مجنة وهل يبدو اللي شامة وطفيل جبلان معروفان كذلك العرانيين الذين جاء في الصحيحين خبرهم حينما اجتووا المدينة استوخموها بمعنى أصابهم مرض وحمى ويحصل عندهم شيء من الإرهاق وكذا فدلهم النبي عمره بن سلام بأن يذهبوا إلى بل الصدقة قصتهم معروفة ستأتي في أبواب الحرابة لكن النبي عليه الصلاة والسلام دع الله تعالى أن ينقل حم المدينة إلى الجحفة فدع الله فانتقلت الحم إلى الجحفة الجحفة التي هي قريبة من مدينة رابغ فكانت هناك كانت هناك سلمت المدينة ولله الحمد والمن هؤلاء استوخأ أبو ذر استوخم يقول لا اجتويت المدينة يعني استوخمتها فأمر لي رسول الله سلام بإبل فكنت فيها قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من استوخم المدينة وأصابه هذا الداء أن يشرب من لبن الإبل سبحان الله العظيم وكأنه هو الدواء لهذا الداء والعرانيين أمرهم بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا يعني أثر فيهم هذه الوصفة التي وصفها له من سلم مباشرة لكنهم ارتدوا وليعادوا بالله عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا إبل الصدقة وقتلوا الراعي قتل الشنيع سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في الإبل ويحتلم فقال فقلت هلك أبو ذر هلك أبو ذر وقول أبو ذر هلك معناه بأنه ترك الصلاة لأنه الآن تأتيه الجنابة ولا يصلي لا يستطيع أن يصلي قال ما حالك قال كنت أتعرض للجنابة وليس قرب ماء إذن أبو ذر عادم للماء وليس واجد للماء أو عاجز عن استعماله فقال صلى الله عليه وسلم إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين إن الصعيد الصعيد ما هو وجه الأرض كل ما صعد على الأرض من تراب وغيره على الراجح على خلاف مذهب الحنابلة ومن وافقهم أنهم قيدوه بالتراب بل الجمهور يعني قيدوه بالتراب وقال بعضهم لا بد أن يكون له غبار فالصعيد هو ما كان على وجه الأرض كما قال تعالى صعيداً زلقا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حشر الناس يحشرون على صعيد واحد يعني على أرض واحد فسمى كل ما هو على وجه الأرض صعيد ولا يخفاكم بأن الأرض تختلف فيها الرمل وفيها التراب وفيها يعني غير ذلك من أنواع الأرض قال رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه لكن أيضاً الحديث رواه الترمذي ولكن باختلاف يسير هذا الحديث حديث ضعيف وهو من طريقي من رواية أبي قلابة عن عمر بن بجدان وعمر بن بجدان هذا اختلف فيه العلماء والراجح بأنه مجهول الراجح بأنه مجهول عمر بن بجدان وقد ضعفه جمع من أئمة الحديث لكن هناك شاهد لهذا الحديث شاهد له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار وعند الطبران في الأوسط كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحديث أبي هريرة ليس فيه ذكر قصة أبي ذر وإنما فيه إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين وقد صحها حديث أبي هريرة صحهه ابن القطان عند البزار صحهه ابن القطان وأما الدار قطن فقد أعله وصوب إرساله صوب إرساله بالنسبة لي الدار قطن رحمه الله تعالى عموماً هذا الحديث من الأحاديث التي تشير إلى أن من كان عليه حدث أكبر فإنه يلجأ إلى إلى التيمم وفيه أيضاً أن من يعني رغب في جماع امرأته وليس ثمماء فاقد للماء أو عاجز عن استعماله فإنه لا حرج عليه في ذلك ويتمم ولهذا نجد بعض المرضى الذين يعانون مثلاً ولا يستطيعون استعمال الماء يعني يتجنبون نساءهم فترة طويلة من الزمن مع رغبتهم وهذا سببه الجهل ولذلك يجوز للإنسان أن يباشر امرأته وأن يعاشرها ويتيمم بعد ذلك يتيمم بعد ذلك وأيضاً من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث فيه أن التيمم رافع للحدث والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد طهور إن الصعيد طهور فهو طهور طهور ولذلك يصلي يصلى بالتيمم الواحد أكثر من صلاة ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد طهور لك عند كل صلاة مثلاً أو عند كل فرض أو عند كل وقت وإنما قال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين ومن الفوائد قول النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين أنه لا مفهوم له بل إنما هو للمبالغة مثل ما في قول الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طيب إذا استغفر لهم واحد سبعين مرة لن يغفر الله لهم وإنما هذا على القاعدة العربية قاعدة العرب وهي قاعدة الأصولية التي يذكرها العلماء أن هذا إنما هو للمبالغة نعم قال باب اشتراط دخول الوقت للتيمم قال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلاً من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواه أحمد نعم قال رحمه الله تعالى باب اشتراط دخول الوقت للتيمم تعلمون بأن التيمم له شروط الشرط الأول ما هو عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمم الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء إذا كان الماء موجوداً فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم إلا إذا عجز عن استعماله والعجز يكون بمرض أو بخوف مثلاً هذا الشرط الثاني وهذا محل إجماعي هذا محل إجماعي الشرط الثالث هذا محل خلاف ولذلك المصنف رحمة الله قال باب اشتراط دخول الوقت للتيمم إذا من شروط صحة التيمم دخول الوقت والمعنى بأن من تيمم قبل دخول الوقت لم يصح تيممه وهذا عند الحنابلة ومن وافقهم من الجمهور الجمهور ذهبوا إلها والحنابلة كذلك مع الجمهور قالوا بأن من شروط صحة التيمم دخول الوقت لماذا؟ أنا أسألكم لماذا؟ عبدال لا حمد أيها أحسنت لأنه قالوا بأن التيمم مبيح ليش أنا في المجلس السابق قدمت لكم بعض القواعد حتى نفهم الأحكام التي ترد معنا الأحكام التي ترد معنا قالوا بأن التيمم مبيح وليس رافع إذن ما تستباح العبادة بالتيمم إلا بعد تعيونها وتعيونها يكون بدخول الوقت فمن تيمم قبل دخول الوقت لم يصح تيممه هذا على مذهب الجمهور والصواب أن التيمم رافع فإذا قلنا رافع صح التيمم في أي وقت صح التيمم في أي وقت ولهذا أي مسألة ترد عليك في هذا الترتيب ترجعها إلى هذه القاعدة التي يمحل خلاف بين العلماء أهل التيمم مبيح أم رافع أهل التيمم مبيح أم رافع ولذلك هذا الشرط محل خلاف عند أهل العلم والراجح من قول أهل العلم بأنه لا يشترط دخول الوقت للتيمم لا يشترط دخول الوقت للتيمم طبعا ذكر حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده سبقا ذكرنا حديث عمر بن شعيب بحثنا طيب نكتفي به طبعا الراجح من أقول أهل العلم أن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لا ينزل عن رتبة الحسن لا ينزل عن رتبة الحسن وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وعمر بن شعيب عن أبيه أبيه اسمه محمد وعن جده عمر بن شعيب عن أبيه عن جده جده من عبد الله بن عمر بن العاص هذا هو جده عمر بن شعيب عن أبيه عن جده خلاف العلماء في قوله عن أبيه عن جده فيقولون إذا قال عن عمر بن شعيب عن أبيه هل يقصد شعيب بأبيه؟ أو أن عن شعيب عن أبيه الذي هو محمد عن جده يعني جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمر بن العاص لأن عمر يوثقونه فهو صدوق وأما شعيب فمحل خلاف عند العلماء من حيث التوثيق لذلك بحثنا هذا فيما سبق وقلنا بأن حديث عمر بن شعيب لا ينزل عن رتبة الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة وتمسحت وصليت هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى ذكر يعني عمر بن العاص كما ذكرنا وقدمنا هذا فيما سبق الأمر الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى بوّب هذا الباب بناءً على مذهب الحنابلة الموافق لمذهب الجمهور على اشتراط ماذا دخول الوقت للتيمم لأن التيمم مبيح عندهم وليس برافع وذكرنا هذه المسألة وناقشناها الفائدة الثالثة قول النبي عليه الصلاة والسلام جُعلت لي الأرض والجاعل له من؟ الله عز وجل هو الذي جعل له الأرض مسجداً وطهوراً الفائدة الثالثة أن أل في قوله عليه الصلاة والسلام الأرض للإستغراق وهذا دليلٌ على من ذهب إلى أن التيمم يكون على كل ما هو على ظاهر الأرض رملية، ترابية، صخرية شيء من هذا القبيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جُعلت لي الأرض ومما يؤكد هذا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسجد قال مسجداً مسجداً وطهوراً مسجداً وطهوراً ولذلك الأرض كلها مسجد للمسلم يصلي متى ما أدركته الصلاة إذن كذلك الأرض ولذلك المسلم يصلي على الأرض الرملية الرملية والترابية والصخرية وغيرها من أنواع الأراضي الحمراء والبيضاء والصفراء هذا دليل لمن ذهب إلى أن التيمم يكون على سائر الأرض الفائدة أي فائدة الرابعة الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى التراب أو الصعيد طهور سمَّاه طهور ولذلك هو طاهرٌ مطهر طاهرٌ مطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاه طهوراً سمَّاه طهوراً قوله أينما أدركتني الصلاة تمسَّحت وصليت قوله أينما أدركتني الصلاة هذا دليل على اشتراط الوقت عند من ذهب إليه وهم جمهور الفقهاء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما أدركتني وهذا هو محل الشاهد من المسألة لأنه قال أينما أدركتني الصلاة تمسَّحت وصليت ولهذا ذهب الجمهور إلى أن من شرط صحة التيمَّم أن يكون بعد الدخول الوقت قوله تمسَّحت وصليت التمسُّح المقصود فيه التيمَّم ويُطلق التمسُّح أيضًا على الطهارة المائية وكذلك الطهارة الترابية قال وصليتُ يعني صليتُ بهذا التمسُّح وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه أبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وهذا صدي بن عجلان هناك صحابيَّان اسمهما صدي لكن صدي بن عجلان هذا هو المشهور برواية الأحاديث وقد عُمِّر حتى زاد على المئة زاد على المئة قوله جُعلت ذكرنا هذا قبل قليل جُعلت لي الأرض الجاعل هو الله عز وجل قال كلُّها لي ولأمَّتي وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام خصائص هذه الأمة أن الله تعالى جعل لها التراب طهورًا ولم يكن هذا في الأمم السابق وهذا فيه دليل لمن ذهب إلى أن وجه الأرض كله يصلح عليه التيمم قوله فأينما أدركت رجلاً من أمة الصلاة هذا شاهد لمن ذهب إلى اشتراط الوقت ولكن ذكرنا بأن هذا ضعيف عز وجل شكرا 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه حصة الإجابة على الأسئلة وأنبه قبل ما أبدأ بأن درس التفسير مؤجل اليوم إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم سننصرف بعد صلاة العشاء مباشرة السؤال يقول ذكر في حديث الشجة التيمم والمس على الخرقة والوضوء فهل على من كانت عليه جبيرة وهو على جنابه الماء متوفر أن يتطهر مثل صفة الحديث بالنسبة لمن كان عليه جبيرة يكفيه المسح عليها ويغسل بقية بدنه ومن أهل العلم ذهب كما ذكرنا بأنه يتيمم عن الباقي لكن من أهل العلم أن قال يكتفي به المسح عليها ذكرتم في الدرس السابق أن من استيقظ وبقي إلى شروق الشمس وقت لا يسمح له بالاغتسال إنما بالتيمم أن يغتسل وأن وقته يبدأ من استيقاظه ما معنى وقته يبدأ من استيقاظه بالنسبة لمن نام ولم يستيقظ ولم يكن مفرطا ولا متساهلا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط فإن وقته يبدأ من استيقاظه وقت هذا النائم يبدأ من استيقاظه وعليه وجوبا أن يطلب ما تصح به الصلاة ومن ذلك الطهارة فإذا كان جنوبا اغتسل حتى ولو طلعت الشمس لأن وقته بدأ من استيقاظه فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره فجعل الوقت من التذكر أو من الاستيقاظ هذا هو المعنى طبعا من العلماء من ذهب إلى أنه إذا بقي وقت هذا الوقت لا يمكن أن يغتسل به أو فيه إلا بعد طلوع إذا اغتسل فيه طلع خرج الوقت قالوا يتيمم لكن الراجح الأول هل من شك بأن هذا الخارج مني أم لا يلزمه الغسل كما أن التفكير يأخذه إلى أن عدم اغتساله سيؤدي إلى عدم قبول جميع الصلوات طبعا هذا السائل يظهر عنده شيء من الوسواس لأنه بدأ يبني أحكام على نفسه بمثل هذه الطريقة أولا عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك والأصل البرعة خاصة في مثل هذه الأشياء لكن من وجد بللا فإنه ينظر من وجد بللا فإنه ينظر فإذا سبقه تفكير أو شيء فإن هذا يكون احتلاما يكون احتلاما أما إذا لم يسبقه شيء مثلا لم يسبقه شيء فهنا يجتهد يجتهد فقد يكون بعض الناس مبتلى بسلس مبتلى بشيء من هذا القبيل لكن ذكرنا نحن في الدرس بأن من استيقظ ووجد بللا ولم يذكر احتلاما فإنه إيش جنب يغتسل ومن احتلم ولم يجد بللا لا شيء عليه من احتلم ولم يجد بللا لا شيء عليه لكن التعامل مع من لديه وسوء سيختلف ولذلك الذي لديه وسوء سيستيقظ فيجد أشياء من هذا القبيل قد لا يكون لها يعني وجود أصلا لقد يكون عرق أو رطوبة أو شيء فيخيل إليه أن أن هذا مني أو أن هذا احتلام فيتنبأ لها يقول هل يشترط في الجبيرة أن تكون طاهرة كما هو الحال في الخفين إذا كان قصدك في السؤال ذات الجبيرة نعم يجب أن تكون طاهرة ولذلك يشترط في الخفين أن يكون طاهرين وأما إذا قصدت لبسهما على طهارة فهذه مسألة خلافية الحنابل يذهبون إلى أنه لا تلبس إلا على طهارة قياسا على الخفين والراجح أنه لا يشترط لبسهما على طهارة بالنسبة للجبيرة ففرق بين عين الجبيرة وبين المكلف كونه طاهر أو على حدث تنبه لهذا ما حكم الصلاة منفرداً خلف الصف في صلاة الفريضة وكيف العمل طبعاً هذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الصلاة لكن لا بأس لأنني أختصر الجواب جماهير أهل العلم يذهبون إلى صحة الصلاة خلف الصف والحديث الوارد في نفي الصلاة إنما قالوا نفي الكمال وانفرد الحنابلة ذهبوا وهذا من مفرداتهم إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف ولو كان لعذر يعني بمعنى أنه جاء وقد اكتمل الصف قالوا لا يسلي لا يسلي مطلقاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف وفي لفظ لا صلاة لفذ خلف الصف ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فذهب إلي حتى إذا انتهى قال أعد صلاتك أو استقبل صلاتك هذا مذهب الحنابل لكن عموماً الذي يظهر أنه الراجح أن من دخل المسجد ووجد الصفوف مكتملة ولم يجد فرجة وغلب على ظنه بأنه لا يأتي أحد يصلي معه يصلي ويكون النفي هنا نفي الكمال وقد دلت على ذلك مجموعة نصوص عامة وخاصة في حال رأي الجمهور بأن التيمم رافع هل يعني أنه إذا تيمم للصلاة وصلاها ودخل وقت الصلاة الثانية وراد صلاة تطوع ولم ينتقى التيممه هل يتيمم مرة أخرى ليصلي أم يصلي بالتيمم الأول وإن وجد الماء بعد التيمم الأول أولاً لا بد أن تصحح معلومتك لأنك أخطأت بهذا السؤال فأنت نسبت إلى الجمهور أنهم يقولون بأن التيمم رافع وهذا غلط لعلك قصدت الجمهور يرون بأن التيمم مبيح أيها السائل أخطأت في هذا وصحح معلومتك فإذا كان سبق قلم وخطأ مطبعي طيب إذا كان رسخ في ذهنك بأن الجمهور يقولون بأن التيمم رافع فهذا خطأ ذكرنا هذا في المجلس السابق وفي هذا المجلس التيمم رافع عند الحنفية ومن وافقهم كشيخ الإسلام بن تيمية وشمس الدين بن القيم وجمع من أهل التحقيق واضح طيب تقول إذا تيمم للصلاة وصلة إذا قلت بأنه مبيح فأنه لا يستبيح إلا عبادة واحد وذكرت أنا هذا أمثلت له الشخص أراد الصلاة قالوا لازم يتيمم بعد دخول الوقت ويصليه وما يصلي النافلة بهذا التيمم إذا أراد أن يصلي النافلة يقول يتيمم بل بعض قال لا يصلى النوافل بهذا التيمم إنما تستباح الفريضة فقط إذا جاء يقرأ القرآن يتيمم مرة ثانية حتى ولو لم يحدث هذا قول من؟ الجمهور الذين قالوا بأنه رافع قالوا ينزل التيمم منزلة الطهار المائي ويأخذ البدل حكم المبدل فيكون مثل الماء ما ينتقض إلا بنواقض الوضوء الأخرى وزيادة وجود الماء أو القدرة على استعماله هذه زيادة على بقية النواقض ما حكم الصلاة في مصليات فنادق جبل عمر بجنب الحرم علماً بأن يوجد شارع تمر به السيارات يفصل بين ساحات الحرم والفنادق وهل إذا داخل المصلي يصلي تحية المسجد لأن المصلى تبع للمسجد الحرم الفتوى هناك على أن الصلاة في الفنادق في جبل عمر صلاة صحيحة وذلك لاتصال الصفوف ولو كان بينهم شارع لأنهم يرون المصليين ويسمعون أيضاً الإمام يسمعون الإمام أما تحية المسجد فلا لأن هذا مصلى لكن لو صلى سنة لا بأس تحية المسجد في المسجد يقول أصبحت جنوباً وخرجت للعمل قد حضرت وقت صلاة الظهر ومنزلي بعيد ولم يكن هناك مكان للإغتسال فتوضأت وصليت هالفعل صحيح بالنسبة لمن أجنب وذهب إلى العمل ولم يستطع الإغتسال لا بد من أن ينظر في حاله أولاً إذا كان هناك وقت يكفي إذا رجع من بيته إذا رجع من عمله إلى بيت أن يغتسل فإنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بيته ويغتسل في بيته متى يخرج الناس من العمل؟ كم الساعة يخرجون؟ أختلف حسب العمل؟ على حسب طيب أعطونا على حسب كل واحد حسب ساعة خمسة أعطونا على حسب أعطونا على حسب أعطونا على حسب أعطونا على حسب والله هذا صعب أعطونا على حسب لأن الأدان كم أدان العصر الآن؟ ثلاثة وثلث تقريباً ثلاثة وثلث ها؟ سبعة وطعش دقيقة وفي أيام الصيف في وقت في وقت وقت واسع المقصود أنا قصدي من السؤال يعني الإنسان لا بد أن يفكر فيها مثل هذا الأمر لأن بعض الناس نعتقد بأنه خلاص مدام وقيمة الصلاة في مقر العمل لازم يصلي لا بد أن يصلي لهذا نقول له إذا كنت في فترة تستطيع أن ترجع إلى البيت ويكون هناك وقت لا يجوز لك أن تصلي بمثل هذه الحالة هذا الأمر الأول الأمر الثاني هل يمكن الاقتصال في العمل؟ يمكن يمكن بعض الناس الآن يعتقد الاقتصال لازم صابون وشامبو صحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام اقتسل بالصاع إلى خمسة أمدات يعني ما يستطيع الإنسان يقتسل في دورة المياه يستعمل الماء أنا أعتقد يستطيع يعني بعض الناس عنده تهويل له مثل هذه المسألة أو يبغى مثلا يعني نوع معين وصابون وشامبو وكذا لا هو حدث هذا وصف معنوي قائم بالبدن قلنا لكم بأنه لو اقتسلت في دورة المياه ونشفت نفسك في المنادير زال عنك الحدث وما أعتقد يستغلق منك خمس دقائق هذا حل من الحلول شيء الرأى الآخر قضية تقول أنك توضأت التوضأ ما يرفع الحدث الأكبر الذي يرفعه ما هو الغسل الغسل أو الغسل أو التيمن فأنت تقول توضأت أنت إذا عجزت عن الماء وخشيت ذهاب الوقت ممكن تلجأ إلى الماء وعلى القاعدة التي يذكرها العلماء وذكرناها في المجلس السابق بأن تحصيل شرطة العبادة حتى لو فات الوقت هذا مهم حتى لو خرج الوقت ذكرنا هذا فيما فيما سبق طيب يستأذن فرق هذا حل الشيخ خالد قال يستأذن مدير ساعتين يأذن له ولا لا يأذن ما يقصر إن شاء الله طيب هل التيمم يرفع الحدث الأكبر للذي فقد الماء ثم وجده بعد فترة وجيزة من الزمن هذه سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله ونذكر الحالات التي يجد فيها المتيمم الماء بعد خروج الوقت بالإجماع لا يعيد وأثناء الوقت لا يعيد في قول في قول أهل التحقيق وفي الصلاة خلاف إذا وجد الماء وفي الصلاة سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم ما حكم التيمم بحجر أملس طبيعي واستعمال نفس الحجر عدة مرات العلماء يقولون بأن الحجر هو من الصعيد ولذلك يتيمم عليه ولو لم يكن عليه غبار مدام أنه من الأرض يعني يتيمم عليه حتى لو كان أملسا أو نزل عليه الماء فغسله خبرونا إذا جاء الوقت يقول أخذن بقول الحنابل والشافعية في الجمع بين الماء والتيمم فمن كان في كلتا يديه علا لا يستطيع استعمال استعمال حمل الماء لكن باقي أعضائه سليم هل يجب عليه الاستعانة بشخص حتى يتوضع في باقي الأعضاء من ينتقل إلى التيمم الجواب نعم يجوز له الاستعانة بالوضوء والتيمم والاستعانة على نوعين الاستعانة في صب ماء الوضوء والاستعانة في غسل أعضاء الوضوء كذلك التيمم يجوز له فالراجح من قول أهل العلم أن يستعين بمن ييممه شخص فيه علا في يديه ما يستطيع التيمم يجوز ينوي فيقوم شخص وييممه مثل ما ذكر السائل يقول في أسئلة خارج الدرس نؤجلها يقول حكم من من توضع وعندما أراد غسل القدمين وجد عليهم زيتا قد مسها فيه قدميه سابقا فهل يقسلهما بالصابون ثم يعيد الوضوء أم يقسلهما بالصابون ثم يقسل القدمين يعني يقسل الوضوء لا هو أولا السؤال الزيت هل هو عازل للماء السؤال هنا هل الزيت عازل للماء الزيوت أنواع الزيوت تتشربها البشرة وهذه لا يجب إزالتها ويتوضأ الإنسان عليه وزيوت عازلة للماء ومن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر وهي الزيوت التي تشكل طبقة عازلة للماء فإذا كنت تذكر هذه الزيت هذا النوع الثاني فهذا يجب عليك إزالته لأن الوضوء ما يصح إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يقول في حال كان هناك شخص في بلد بارد ويغطيه الثلوج ويلبس ملابس ثقيلة تقيه البرد وحان وقت الصلاة وكان في منطقة بعيدة عن المدينة كيف يكون الوضوء إذا خاف كشف ملابسه من البرد وهل يجزر التيمم على الثلج وهل يعتبر الثلج ماء أم يأخذ حكم الصعيد وإذا خاف كشف ملابسه من البرد هل يجزر المس على الملابس هذا السؤال يشتمل على مجموعة أسئلة وليس سؤال واحد عموما الثلج ماء إذا أذيب لا يصح طبعا التوضع بالثلج لأنه لا يسيل منه الماء إلا بعد إذابته ولا يتيمم عليه لأنه ليس هو من أصل الأرض الثلج ليس من أصل الأرض وإنما هو منعقد عن الماء ومتجمد فلا يتيمم عليه وإنما يغتسل به بعد إذابته بالنسبة للإنسان الذي يخشى على نفسه كما ذكر السائل إذا كان في منطقة ثلجية باردة يلجأ إلى التيمم كما فعل عمر ابن العاص أكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبركة على عبد الله ورحمة الله